موسيقى النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية المناصير للزيوت والمحروقات مجمع الملك الحسين للأعمال أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين ومتابعي تقصى العرب في الأردو النهار اليوم سادة أجواء مستقرة واستمرتها الرياح الشرقية بالهبوب لكن بسرعة معتدلة ترافقت في بعض الأحيان مع حبات نشطة خاصة في المنطقة الشرقية المحاول الرئيسية ستستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر مستمر وأيضا درجات الحرارة المحسوس ستبقى منخفضة خاصة خلال ساعات الليل بفعل استمرار لهبوب الرياح الشرقية معتدلة السرعة استعرض الآن تفاصيل الدرجات الحرارة هذه الخراءة لتوزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد حيث تبقى درجات الحرارة العظمى حول معدلاتهم مثل هذا الوقت العام طقس بارد نسبيا في أغلب مناطق المملكة لطيف نوعا ما في منطقة الأغوار البحر الميت والعقبة أما ليلا تنخفت درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة في المنطقة الجنوبية وأيضا المرتفعات الجبلية العالية استعرض الآن خراءة الرياح المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد لا تغيير الحالة الجوية يبقى المرتفع الجوية السيبيري متمركز فوق العراق واستمرار لهبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية نحو المملكة تكون أكثر نشاطا في المنطقة الشرقية والشمالية والوسطى فيما تكون نوعا ما ضعيفة فوق المنطقة الجنوبية هذه الرياح ستزيد الشعور من البرودة خاصة خلال ساعات الليل التوقعات الجوية خلال هذه الليلة في العاصمة عمان تقص غام جزء 9 درجات مئوية أما الملموسة 6 درجات الرطوبة معتدلة حوالي 77% والرياح تكون جنوبية شرقية من معتدلة السرعة بالنسبة لتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم السبت ريح شرقية ناشطة 15 إلى 8 الأحد 16 إلى 9 ونفس درجات الحرارة يوم الاثنين 16 إلى 9 درجات مئوية مع تبرق لبعض الغيو إلى هنا تنتين نشطنا للقاء موسيقى